بسم الله الرحمن الرحيم ابن تيمية رحمه الله كنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان في أمته قوم يهتدون بهديه ويستنون بسنته ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل وهذا من إفراد مسلم المؤلف رحمه الله استشهد على أن الإيمان قول وعمل قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالقلب يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فقوله عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبيه إلا كان في أمته قوم يهتدون بهديه أي أن كل نبي من الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام لهم أتباع يقلون ويكثرون ونبينا صلى الله عليه وسلم محمد هو أكثرهم تابعا وأن هذه الطوائف التي تتبع الرسل يخلف من بعدهم أقوام يختلفون عنهم يقولون ما لا يفعلون أي أنهم يكثرون من الكلام الذي يدعون فيه أنهم ينفذون وهم لا ينفذون وهذا صفة من صفات المنافقين فالمؤمن المتقي لله هو الذي يلتزم بطاعة الله قولا وعملا واعتقادا وأما قوله ويفعلون ما لا يؤمرون بمعنى أنهم يحدثون في الدين ما ليس منه ويبتدعون البدع وينسبون إلى الدين ما ليس من الدين وهؤلاء هم المبتدعة الذين كثروا في زماننا وفيما قبله وهم في الأمم كلها التي مرت يقول عليه الصلاة والسلام فمن جاهدهم بيد فهو مؤمن يعني أن من الإيمان إنكار المنكر على الذي يفعل ما لا أصل له في الدين أو الذي ينسب لنفسه أنه يعمل الخير وهو لا يعمله ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن وهذا هو المرحلة الثانية من إنكار المنكر من لا يستطيع الإنكار بيده ينكر بلسانه ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وهذه المرحلة الأخيرة وهي الإنكار بالقلب وهي أدنى مراتب الإنكار ولهذا قال وليس وراء ذلك من من الإيمان حبة خردل يعني أنه لم يبق من إيمانه إلا شيء الذي لا يعتد به فأقل أحوال الإنكار هي الإنكار بالقلب وأما الذي لا ينكر بقلبه فإنه يأتي يوم القيامة وليس يحمل من الإيمان شيئاً إلا كحبة الخردل وأنتم تعرفون حبة الخردل على صغرها وقلتها ثم قال الإمام بن تيمي رحمه الله وكذلك في إفراد مسلم قوله والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتمه وتحببتم أفش السلام بينكم نبينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا خلقاً من أخلاق الإسلام وهو أن الإنسان لا بد عن تختلط بشاشة الإيمان في قلبه وتستقر وتثبت وليكن خفيفاً إيمانه يهتز أو يطير عند عدنى هواء أو ريح أو تيار وإنما يثبت ويرسخ إيمانه ويقوى ويصلب عود في مواجهة الفتن والعواصف والمتدعات ويجب على الإنسان أن يقوي إيمانه ويثبته بالمثبتات العملية والاعتقادية والقولية فيشغل نفسه بطاعة الله عقيدةً وقولاً وفعلاً ولا يكون خفيفاً أدنى ما جاءه غيره أو أي سالفة يسمعها في مجلس تزيح ما عنده من ثوابت فالثوابت يجب أن تبقى ثوابت ولا تجترفها العواصف لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا المحبة هي المحبة في الله وأحد السبعة الذين يظلهم الله تعالى بظلة يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحب في الله اجتمع عليه وتبرق عليه فتحب المرء لا تحبه إلا للا لا أنك تحبه لأنه هو القريب أو لأنه من القبيلة أو لأنه قدم لك خدمة هذا حب طبيعي لكن المحبة في الله هي المحبة الثابتة التي تحبه لأنه محب لله ومطيع لله ومقاد لشرع الله وهذا هو الفارق بين الحب في الله أو الحب لأجل مصالح الدنيا فالحب الذي يتميز به أهل الإيمان هو أن يحب أحدهم أخاه لأنه مؤمن ولو كان لا يعرف اسمه أو لا يعرف رسمه ولا يعرف من أي بلد ولا من أي قبيلة لكن لأنه مؤمن أحبه في الله ولو كان مات من مئات السنين أو ذكر له وهو لا يعرفه لكنه ذكر له بخير عليه الصلاة والسلام يرشدنا حتى تسود المحبة والألفة بين المؤمنين أن ينشروا السلام أنت تمشي السلام عليكم قابلك إنسان لا تعرفوا لا تعرفوا اسمه ولا أصله ولا من أي قبيلة ولا هل هو حر أو عبد فقير أو غني لا علقة لك به تسلم عليه انشروا السلام بينكم أفشوه اجعلوا هو الشعار المنتشر في المجتمع وهذا هو شأن الرعيل الأول الجيل الصالح جل الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم ورحمهم كان السلام فاشيا بينهم خلاف ما عليه حال المسلمين اليوم الآن كما تلاحظون الإنسان يضرب كتفه بكتف الآخر ولا يسلم عليه بل ربما تخصم معه وهذا ليس هو الخلق السليم لأهل الإسلام إنما الخلق السليم أفشو السلام بينكم يجب أن تعمر شوارعنا وطرقاتنا ومحلاتنا ومحلاتنا بالسلام لأننا أهل سلام وديننا دين السلام ودارنا هي دار السلام التي ننتظر الاجتماع بها إن شاء الله فيجب علينا أن نحيي هذه السنة والنبي عليه الصلاة والسلام وجهنا إلى أن ننتبه للعثر البالغ إذا فشى فينا السلام وهو أن نتحاب وتوجد بيننا الألفة والمودة والتعاطف والتراحم هذا هو شأن أهل الإسلام وهذا من الإيمان ففشو السلام بين الناس هذا من علامات الإيمان بينهم ثم قال حديثا آخر وقال في الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة ورواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزن الزان حين يزن وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتعب النهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن صفات مذمومة وقبيحة ينزه عنها أهل الإيمان المؤمن لا يتصور أن تقع منه ومن يتخلق بالإيمان لا تقع منه لا يزن الزان حين يزن وهو مؤمن هو فلان ابن فلان الذي صلى الفجر مع الناس وراه لكن وقع في الزنا وقت وقوعه في الزنا ليس مؤمن لأنه لو كان الإيمان واقرا في قلبه وظاهرا وجليا وراسخا في قلبه ما زنه لأن المؤمن يخاف الله المؤمن يخاف الله لا يجرع على هذه المعصية يمنعه إيمانه عن أن يقترف هذه الفعلة فحال اقترافي لهذه الجريمة أن تنزع منه الإيمان وسلبه وإن كانت صاهره وصورته أنه مسلم لكن ليس مؤمن نزع منه الإيمان وصار من أهل الإسلام الذين يعملون الأعمال الظاهرة ويراه الناس ويشهدون بها كذلك الإنسان الذي يتعطى الخمرة أم الخبائث التي تزيل العقل وتسلب فؤاد الإنسان الذي امتز به عن سائر الحيوانات الحية بهذا العقل سلب هذا لا يجرع على هذا العمل بزالة عقله وتحويله إلى مجنون إلا إنسان ليس مؤمن وإلا كيف يسعى في جنون من عقل كما أنه كيف يجرع على فعل فاحشة الزنا الإنسان المؤمن لا يجرع على هذا لأن المؤمن يعرف ما أعده الله تعالى من عقوبة دنيوية وأخروية لمن يفعل هذه الجريمة كذلك الخمرة لا يجرع على اختيارها وفعلها والإقدام على تعاطيها إنسان عنده حس الإيمان إنما الإنسان ليجرع على هذا من سلب الإيمان وإن بقيت صورة الإسلام في ظاهره كذلك لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن فالمؤمن لا يستحل مال غيره ولا يحل مال يمرئ المسلم إلا عن طيب نفس منه فلا يجرع الإنسان على أن يأكل مال غيره إلا إذا انتزع منه حقيقة الإيمان وزالت عنه وصارت معه الصورة والديكور الخارج ومن حقيقة فالوازع الإيماني غير موجود منتفي من هذا الإنسان الذي يجرع على هذه الجرائم كذلك لا ينتهب النهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن يعني إنسان يأتي ويخطف من مال الناس ويهرب بها فإنه لا يجرع على هذا الإنسان المؤمن ولا يجرع على هذه الأعمال إلا الفساق وأما أهل الإيمان فلا يجرعون المقصود هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى من مسمى الإيمان الابتعاد عن هذه الجرائم فالذي يجرع على هذه الجرائم ليس مؤمن انتزع منه الإيمان فمن الإيمان الأعمال وترك المنكرات ونحوها فسماها رسولنا عليه الصلاة والسلام من مسمى الإيمان فيقال اسم الإيمان تارتا يذكر مفردا غير مقرون باسم الإسلام ولا باسم العمل الصالح ولا غيرهما وتارتكا يذكر مقرونا إما بالإسلام كقوله في حديث جبريل ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان وكما جاء في قول الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وقوله عز وجل قالت الأعراب عملنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وقوله جل وعلا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وكذلك ذكر الإيمان مع العمل الصالح وذلك في مواضع من القرآن كقوله تعالى إن الذين عمنوا وعملوا الصالحات فذكر الإيمان والعمل الصالح والمراد بالعمل الصالح هنا هو الأعمال الظاحرة وكما في سورة العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصب وإما مقرونا بالذين أوتوا العلم كقوله وقال الذين أوتوا العلم والإيمان وقوله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال وحيث ذكر الذين آمنوا فقد دخل فيهم الذين أوتوا العلم فإنهم خيارهم يعني أن الذين أوتوا العلم هو تخصيص بعد التعميم فالذين آمنوا يدخل فيهم الذين أوتوا العلم لكن ذكرهم على الخصوص لتشريفهم وتمييزهم على بقية المؤمنين لأن الأصل في الذين آمنوا أنهم يؤمنون عن علم وأعلم هؤلاء أنهم يؤمنون عن علم ومن هنا يجب على الإنسان أول الواجبات معرفة العبد ربه لا بد أن يعرف الإنسان ربه الذي يعبده ولماذا يعبده ومؤهلات استحقاقه للعبادة بحيث لا يشترك معه فيها أحد مؤهلات الربوبية ومؤهلات الألوهية لا توجد في غير الله ودعوى ألوهية وربوية غير الله دعواً باطلة ادعاها فرعون وادعاها خلق كثير من قبله ومن بعده وكل هؤلاء نقول لهم لا إله إلا الله ولا رب سواه إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه فالله تبارك وتعالى هو الإله الحق وهو المستحق للألوهية والربوبية وهو المستحق للعبادة فلا يعبد إلا هو لا شريك له قال تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا هذا في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب فالراسخون في العلم يعني المتمكنون من العلماء في العلم بالله وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم يقولون آمنا به آمنا بالقرآن محكمه ومتشابهه وهو كله من عند ربنا قد جاء فنصدق به كله علمنا معناه وفهمناه أو كان من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله على الخلاف بين أهل العلم في معنى تأويله فمن قال منهم إن معنى التأويل هنا التفسير قال إن العلماء يعلمون تفسيره وعما من قالوا إن المراد بتأويله هو حقيقته فلا يعلم تأويل المتشابه إلا الله فأسماء حقيقة أسماء الله جل وعلا وصفاته هذه من المتشابه لا يعلم حقيقتها إلا الله وعما تفسيرها فيعلمون يعرفه العلماء يعرفون أن معنى الرحيم غير معنى الكريم وغير معنى الجبار وغير معنى العزيز فكل واحد من هذه الأسماء لها معنى وهو معروف لكن الحقيقة لا يعرفونها لا يعلمها إلا الله وقوله جل وعلا لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فالراسخون في العلم فإنهم يؤمنون بما أنزل الله تعالى على رسوله وما أنزل على الأنبياء من قبله ويعلمون أن الكل من عند الله يقول ابن تيمي رحمه الله ويذكر أيضا لفظ المؤمنين مقرونا بالذين هادوا والنصارى والصابئين ثم يقول من عامن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يقول فالمؤمنون في ابتداء الخطاب إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من عامن فالمؤمنون في ابتداء الخطاب غير الثلاثة أي المؤمنون الذين ذكرهم الله تعالى في البداية هؤلاء مؤمنون وهم الذين عامنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن عامن من الأقوام الأخرى من اليهود ومن عامن من النصارى ومن عامن من الصابئين فهؤلاء من عامن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم أجرهم تاما عند الله ولا خوف عليهم في ما يستقبلونه من أمور قيامة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمر الدنيا السابقة فالمؤمنون في ابتداء الخطاب غير الثلاثة والإيمان الآخر عمهم كما عمهم في قوله إن الذين عامنوا عميوا الصالحات أولئك هم خير البرية في سورة البينة هذه الآية من أعظم البشاعر التي يجب أن يفرح بها كل مؤمن وأنتم ترددونها كثيرا هذه شهادة من الله جل وعلا إن الذين عامنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية والتي قبلها إن الذين كفروا من أهل الكتاب ومشركين أولئك هم شر البرية السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا دائما لماذا الإنسان ينظر إلى أولئك القوم الذين شهد الله لهم بأنهم شر البرية ويتجه بعض الناس إلى أن يحاكيهم أو ينظر إليهم نظرة إعجاب أو ينظر إليهم نظرة تميز والله تعالى يقول عنهم هم شر البرية وعند قال عنك إنك خير البرية افرح بما ظهبك الله إياه وميزك وأكرمك بهذا الدين وهذا العمه ولا تنظر إلى الأنذال والعراذل الذين هم شر البرية ما هو أنت اللي تقوله يقوله الله الله جل وعلا هو الذي قال هذا فيجب على كل مسلم أن يقرأ هذه الآية هو يرددها دائما ويفرح بها ويعمل لأن يكون هو من هؤلاء الأخيار الذين نص الله تعالى عليهم بأنهم هم خير البرية يقول الشيخ رحمه الله سنبسط هذا إن شاء الله تعالى أي فيما مستقبل فالمقصود هنا العموم والخصوص بالنسبة إلى ما في الباطن والظاهر من الإيمان وعما العموم بالنسبة إلى الملل فتلك مسألة أخرى فلما ذكر الإيمان مع الإسلام جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة الشهدتان والصلاة والزكاة والصيام والحج وجعل الإيمان فيما في القلب من الإيمان بالله وملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر وهكذا في الحديث الذي روه أحمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام علانية والإيمان في القلب فإذا اجتمع الإيمان والإسلام نقول الإيمان في القلب والإسلام هو الظاهر لكن إذا أطلق الإيمان فالإيمان يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة أو أتي بالإسلام فقط فإنه يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة يقول وإذا ذكر اسم الإيمان مجردا دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة كقول في حديث الشعب الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق معلوم أن لا إله إلا الله هي أعظم شيء في هذا الوجود أعظم شيء في هذه الدنيا هي إفراد الله تعالى بالإلهية أي أنه لا يستحق العبادة أحد سوى الله وإنما العبادة لله تعالى وحده فلو وضعت لا إله إلا الله في كفة والسماوات السبع والعرضين السبع في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله فلا إله إلا الله أولاً وآخراً وظاهراً وباطنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدين وذرياتنا وأقاربين والمؤمنين ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة وصلى الله وسلم ومبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ترجمة نانسي قنقر